اشتركوا في القناة تم تسميتها بالطرف الثالث من قتل المتظاهرين من استخدم العنف ضدهم من يستهدفهم جميع هذه التساؤلات غابت اجاباتها عن تبريرات الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي لكن التفاعل الحكومي معها بدأ مع تسنم مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء ليخطو خطوته الاولى في هذه القضية عبر كلمة وجهها للشعب العراقي الدماء والتضحيات التي قدمها العراقيون في الحرب على داعش غالية والدماء والتضحيات التي قدمها العراقيون في ساحات التظاهر للمطاب الحقوق غالية كذلك سنحمي هذه الحقوق الخطوة الثانية للكاظمي كانت من خلال اعازه بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة باسماء الشهداء والجرحى من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية سواء من المحتجين او قوات الامن تلبية لاحد الوعود الاساسية التي تضمنها منهاجه الوزاري بالتقص عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الاول من اكتوبر ولحد الان وانصاف من تعرض للاذا ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى الجرأة والوضوح والصراحة ثلاث صفات تضمنتها الخطوة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء بلقائه عددا من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين خلال الاحتجاجات مؤكدا لهم ان دماء ابنائهم لن تذهب سدى وان القانون سيقتص من كل متورط بدم العراقيين ليعلن امامهم بدء التحقيقات التي وعد بها لشمول ابنائهم برعاية الدولة وتعويضهم لا يضيع حق وراءه مطالب ست حكومات سابقة تجاهلت المطالبين بحقوقهم لكن اصرار الحكومة السابعة بقيادة الكاظمي على اعادة هذه الحقوق يحقق ما ينتظروه منذ سبعة عشر عاما وهو استعادة العراقي من سارقي اشتركوا في القناة